اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من منابر وسيوف نبدأ حلقتنا بتقريل الإخباري المصور الذي يغطي بعض الوقاع والأحداث التي جرت خلال الأسبوع الماضي في عديد مناطق العالم وكانت الجماعات التي تنسب نفسها زورا وبهتانا للإسلام طرفا فيها أو فعلا لها نشاهد التقريل الإخباري ونعود لنستعمل فقرات برنامج شهد الأسبوع الماضي ضربات شنها تنظيم داعش في مناطق متفرقة من العراق وهو ما يمكن إبرازه في النقاط التالية في أول أيام الأسبوع الماضي شهدت محافظة ديالا مقتل سبعة مدنيين على يد عناصر داعش بالقرب من بلدة بهرز على الطريق السياحي الرابط بين بغداد وبعقوبة وفي منتصف الأسبوع قتل الأمن العراقي عشرين عنصرا من تنظيم داعش داخل أنفاق في نينوى أحدها كان مفخخا تم تدميره كما تم تدمير نفق آخر فيه عناصر إرهابية تمت معالجته من قبل قوات التحالف في قرية السلام قرب مدينة تكريت عثرت القوات العراقية على ثلاثة عشر مسلحا داخل النفق بالإضافة إلى أسلحة ومعدات استخدمها التنظيم لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين والقوات شهدت نهاية الأسبوع الماضي مقتل ثلاثة من مقاتلي قوات الحجد الشعبي على يد تنظيم داعش في بلدة بيجي وأوضحت مصادر شرطية أن أربعة من عناصر التنظيم قتلوا وهرب آخرون مجمل تطورات الأسبوع الماضي تشير إلى أن داعش يحاول النشاط من جديد في العراق رغم تعرضه لضربات قوية من قبل الأمن العراقي وقوات التحالف أهلا بكم مشاهدين الكرام في فقرتنا الثانية في هذا برنامج فقرة صفحات الدم هي صفحات الإخوان صفحات الإخوان التي كتبوها بأيديهم أو كتبت عنهم وحتى اللحظة منذ بدأنا هذه الفقرة ونحن نقلب في صفحات حسن البنة مؤسس الجماعة في مذكراته وفي رسائله نبحث فيها عن جزول الدم الدم الذي يسير في العالم الآن صفق الدماء وإزهاق الأرواح باسم الإسلام زوراً ومهتاناً والذي بدأ لنا ولا زال وأن جزوره تكمن فيما كتبه الإخوان مش عرفنا في هذه الفقرة نكون معنا ضيف كريم مرحب به الأستاذ محمد أحمد عبدين الباحث المتخصص في فقه وتاريخي الحركات التي تنسب نفسها للإسلام أهلا بك أهلا بك أستاذ محمد هذه الفقرة نحن نقرأ فيها بعض فقرات كتبها مؤسس جماعة الإخوان حسن البنة ونطلق لك التعليق على هذه الفقرات ولدينا مفهوم اليوم كعادتنا في هذه الفقرة ومفهوم السياسة الخارجية كيف يراها حسن البنة نقرأ بداية وهذه مقولة مركزية حسن البنة بداية يعرف السياسة الخارجية في إحدى الفقرات ويعود بعدها فيقول ما مفهومه للسياسة الخارجية يقول نصا قرر الإسلام سيادة الأمة الإسلامية وأستاذيتها للأمم في آيات كثيرة من القرآن ومنها قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون للمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ويستدرك وبالتالي بعد أن ينهي البنة هذه الآيات الكريمة وغيرها يقول ثم أوجب على الأمة المحافظة المحافظة على هذه السيادة وأمرها باستعداد العدة واستكمال القوة حتى يسير الحق محفوظا بجلال السلطة كما هو مشرق بأنوار الهداء هذا هو مفهوم حسن البنة في السياسة الخارجية هي سيادة للأمة الإسلامية ومفهومه الخاص كما تعلم أستاذية العالم كيف تنظر إلى هذا المعنى في ضوء ما أقره وثبته الشرع الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اسمح لي بداية أن أقول أنه لو قرئ حسن البنة قراءة حقيقية من أتباعه فيما بعد وقراءة نقدية تقوم على نقد الذات لا توصله إلى نتائج مختلفة ربما تنسف الجماعة من أساسها اللي حصل أننا نجد ظواهر كثير في كتابات حسن البنة على رأسها أنه لا يعرف مقاصد الآيات كما حددها علم المقاصد وبالتالي يذهب بنا إلى فهم خاص هذا الفهم الخاص هو الذي يؤدي إلى ما نراه اليوم من نتائج على الأرض من سفك دماء وتشويه صمعة إلى آخرة ففكرة الأستاذية هنا هو لجأ إلى استخدام ثلاث آيات كريمة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطة لو أنه عاد إلى التفاسير وإلى التأويلات وإلى قراءة الآية وربطها بعلم المقاصد لتوصلنا إلى مفهوم مختلف تماماً فخير أمة أخرجت للناس دكتور ضيا هنا لو عدنا إلى التفاسير حنلاقي فيها أشياء كثيرة جديدة أو يعني واضح أن حسن البنة لم يطلع عليها وأراد أن يفهمنا فهمه الخاص فخير أمة أخرجت للناس فيها آراء كثيرة قيل أولاً أنهم الذين هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقيل في رأي العكريمة أنهم سالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل ثم نشاهد آراءاً لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه حين يقول تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا دعم إذن خير أمة أخرجت للناس والأمة بالدلالة اللغوية ليس معناها الآلاف والملايين الأمة ممكن أن تكون جماعة صغيرة من الناس فئة من الناس فئة من الناس أدت غرضاً ما فهنا إحنا بنصطدم في اللي بيقوله حسن البنة فعمر بن الخطاب قال لنا أنه تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس في الحج وهو يحج بان عليهم أن هناك نوع من الانهيار الأخلاقي فقال يا أيها الناس من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله منها والشروط موجودة ولو طلعنا على الآية دكتور ضياء مرة تانية هنلاقي أنها فيها فعل شرط وجواب شرط كنتم خير أمة أخرجت للناس بشروط تأمرون بالمعروف وتنهون وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نعم طيب هل ما يفعله الإخوان وتفعله كل الجماعات الدينية عبر التاريخ الإسلامي هل يصل بنا إلى أمر بمعروف ونهي بمنكر أم أمر بمنكر ونهي عن معروف صحيح ثم أين يبدو هنا الإيمان بالله أما بقى في وكذلك جعلناكم أمة وسطة فالوسطية هنا لا تعني ما يروج له الإخوان من حيث السيادة على كل الأمم ولكن في حقيقة الأمر أن الأوسط في العربية تعني الخيار والأجود الأشرف فكان يقال قريش أشرف العربي دارا ونسبا وكان يقال عن رسول الله أنه أشرف قريش ومن هنا إحنا بيأخذنا حسن البنة دائما إلى سيكا غير كده فأنا أدعو الباحثين إلى هذه المنطقة في البحث عن مقاصد الآيات استكمالا وما قلت حضرتك مفهوم الأستاذية ومفهوم سيادة العالم هل جاء في الأثر الشريف أو جاء في القرآن الكريم ما يسند هذا السعي من البنة أن نكون نحن بقولي حتى لو افترضنا أن الأمة هنا بمعنى الأمة بمعنى الجمعية أن نكون أسياد العالم وأن نكون أساتذة العالم هل هذا المفهوم له سند من القرآن أو السنة الشريفة لا يوجد هناك سند في هذا الأمر لا من القرآن ولا من السنة وإنما هو بني على سوء الفهم الذي توصل إليه البنة لأنه من الواضح أنه كان يسطح الأمور ويأخذ بظاهر الآيات دون أن يتأمل في التفسير أو التأويل وهما علمان كبيران في فهم القرآن الكريم وبالتالي عندما يذهب إلى المقاصد يذهب ذهابا خاطئا فالأستاذية هنا ولو أن الكلمة ليست عربية أيضا فالأستاذية تعني الماهر البارع بالشيء وكان العلماء والفقهاء يقولون من برع في 12 علم أو في 18 علم منها البلاغة والنحو والصرف والبيان والبديع والمعاني والتفسير والتأويل بتخليه أستاذ أستاذ على من يعلمهم أما الأستاذية على العالم فهنا يجب أن نتنبه إلى الآية الكريمة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وبهذا أنت تخلق صراعا عندما تدعي أنك من أمة هي أستاذة للجميع ويجب أن يخضى عليها الجميع فهذا يخلق الصراع هنا بقى سوء الفهم لكن في القرآن وفي السنة لا تجد هذه المعاني على الإطلاق وإنما استنبتها واستنبتها حسن البنة من مخيلته دون العودة إلى سند شريف من القرآن أو السنة استكمال أيضا لنفس النقطة وفي فقراته الثانية البنة يربط هذه السيادة بشروط واضحة يقوله كما ذكرت لحضرتك أنه أوجب على الأمة المحافظة على السيادة كيف أمرها باستعداد العدى واستكمال القوة حتى يسير الحق محفوظا بجلال السلطة كما هو مشروف من أنوار الهداية هنا يعني في السياسة الخارجية كما نسميها في يعني لمصطلحاتنا الحديثة هو يتحدثون عن سيادة وعن أستاذية وعن فرض للسيادة بالقوة أيضا هل هذا أيضا له سند في الإسلام لو عدنا إلى القرآن سنجد أن الحق سبحانه وتعالى يقول في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا نتوقف عند مسألة التعارف ربنا وضع في الإنسان فطرة وغريزة وعقلة الفطرة نقية والغريزة لها اتجاهان والعقل يحكم بينهما يحكم فيهما فأنت عندما تقول يا دكتور دي أنك أستاذي وأنك في كل أمر مسبوق علي بالتأكيد ده يخلق نوع من الغضاضة لدى من قيل له أنه أقل من حد تاني فبالتالي هنا تغذية لصراع الحضارات كما قال بيها انتينجتون ولو أن لا نأخذ بهذا لأن الحضارات يجب أن تتكامل وعلى البنى في زمانه أن كان يتكامل ومبدأ الانتجريشن أو التكامل يعني أن تفتح على كل العلوم أن تكون موسوعيا أن تأخذ من علم الاجتماع في هذه المسألة لكن الرجل لا يرينا أي علم أو أي تثقافة ولا حتى قراءة للعلوم الشرعية فمسألة الإيجابة التي يقول بها وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة هنا أمر مختلف في أن الإنسان يجب أن يكون تحت غطاء ديني شريف كريم لأن من تدعي أنه يمكن أن تسود عليه يمكن هو أن يأتي يوما وتؤمن أنت والعياذ بالله تصبح أنت في درجة أدنى إن كفرت والعياذ بالله لأن الله أعلم بالنفوس وبالتالي التعارف هنا يعني وضع المواثيق والاتفاقات اللي تشترك بيني وبينك مش إنك تتعالى عليها هو لا يبتعد كثيرا أما قلته حضرتك لأنه بيستعين بالآية الكريمة بعد هذا بعد استعداد العد واستكمال القوة ليقول ويتحدث عن سيادة العالم وعدوا لهم مستطاعتهم القوة طبعا لم يكمل الآية ترهبوا نبي عضو الله وعدوكم لكنه أتى بهذه فقط فهل السياسة الخارجية للإسلام هي أن ينظر إلى العالم باتبالي عضو الله وعدوكم ما حزفه من الآية لا يجب يا دكتور أن يتم الاستشهاد بجملة أو بشطر من آية وإنما يجب أن تقرأ الآية كاملة وتوضع في سياق ما حولها وما بعدها أي في سياق حولي السابق واللاحق كما يقول العلماء لكن البنة هنا لكي يريد أن يصل إلى غرضه هنلاحظ ظاهرة أخرى زي ما ابتديت أتكلم في بداية الكلام أن البنة دائما لا يعرف المقصد الحقيقية للآيات وبالتالي يذهب بها إلى منح بعيد وهو باستخدامه وأعده لم يستخدم واعتصمه عندما أسست جماعة يا بنة ألم تقرأ قول الله واعتصمه بحبل الله جميعا وعندما قلت وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أهذه القوة علينا نحن المسلمين أم ترانا كفارا وفضلوا يقوحوا طول السنة اللي موجودين فيها الإخوان ويقولوا لا إحنا مقولناش عنكم أنتم كفار إذن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل أو كما قرأت في بعض القراءات ومن ربط الخيل إذن لا تفتروا علينا أيها الإخوان والإعداد لا يكون إلا لمن بدأك بالعداوة بالقتل بالتخريب بالضمار فترد هذا الاعتداء أما المسلم فلا يكون معتديا أبدا وليعود البنة وأتباعه إلى قول الحق فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمصري ما اعتدى عليكم إذن للمسلم لا يكونوا بديئا بالعداوة يعني آخر 30 ثانية عندنا وهو في جملة بسيطة البنة يسترسل كثيرا ثم يقول في جملة واحدة ونريد بعد ذلك أن نضم إلينا كل جزء من وطنين الإسلامي الذي فرقته السياسة العربية وأضاعت وحداته المطام الأوروبية ونحن لهذا لا نعترف بهذه التقسيمات السياسية ولا نسلم بهذه الاتفاقات الدولية التي تجعل الوطن الإسلامي دويلات ضعيفة ولا نسقطه على هضم حرية هذه ثم يضرب مثلا بالرايخ الألماني يقول يفرض نفسه حاميا لكل ما يجري في عرق يدامه الألمان يتحدث عن النازي في هذا الوقت فإن العقيدة الإسلامية توجب على كل مسلم قوين أن يعتبر نفسه حاميا لكل من تشربت نفسه تعليم القرآن سياسة خارجية توسعية هنا البنة بيسير العداوة أكثر وأكثر وحتى لما استشهد بنموذج الرايخ نموذج الرايخ لدى الناس كلها أو لدى مختلف الحكومات في كل أنحاء العالم بني على العنصرية والعنصرية لا يمكن أن تخلق مجتمعا نقيا سليما يتعايش الناس فيه على مبادئ السلم وبالتالي هو لما بيقول هذا الكلام لم يرأي أن الله سبحانه وتعالى خلقنا متنوعين في الأجناس والأعراق والأديان والأفكار والألوان وفي كل شيء وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى وحد بيننا في القيم فلا يمكن أن يكون الصدق مكروها لدى شعب ومحبوبا لدى شعب أخر ولا يمكن أن يكون الكرامة أو الرحمة أو التسامح إلى آخره وبالتالي البنة كعاداته يأخذنا إلى مشاربه ونحن لنذهب معه إن شاء الله إن شاء الله أشكرك أشكر أن جاهزي نستاذ محمد أحمد العبدين الباحث المتخصص في الفقر وتاريخ العلاقات المتسبة للإسلام على تشريفك لنا شكرا جيدا مشاهدين الكرام حان وقت الفاصل نقل إليه ونعود إلى فقرتنا الأخيرة في هذا البرنامج أهلا بكم مشاهدين الكرام في فقرتنا الأخيرة والرئيسية في حلقة اليوم السلفية المدخلية في ليبيا هذا هو عنوان هادي أفاق السلفية هو مشفوم أو مصطلح ربما يعرفه كثير من الناس ولكن السلفية المدخلية ربما يكون بعض منا لا يعرفه المدخلية هي جناح من أجناحة السلفية هي حركة أو تيار نشأ في المملكة العربية السعودية في أعقاب وأثناء حرب الخليج الأولى عام 1990 نشأ هذا التيار على يد أستاذين الشيخ محمد أمين الجامي وهو أستاذ جامعي في الجامعة الإسلامية المملكة العربية السعودية من أصل إثيوبي والأستاذ الدكتور محمد ربيع المدخلي الأستاذ أيضا في نفس الجامعة هذا التيار اتسم منذ نشأته بسمات محددة ميزته عن تيارات سلفية كثيرة في العالم العربي جعلته يوصف بالسلفية الهادئة أما في ليبيا فقد دخل هذا التيار إلى ليبيا قبل عشر سنوات من انتهاء حكم العقيد معمر القذافي تقريبا واندمج بداخل المجتمع الليبي وأعطي مساحة ليست بالقليلة بداخل المجتمع الليبي حتى قيام ثورة ليبيا في فبراير عام 2011 أثناء هذه الثورة التيار السلفية المدخلي لم ينخرط فيها ولم يساهم بها انطلاقا من تصوراته بأنه لا خروج على الحكم ولكن وبعد نجاح الثورة انخرط التيار السلفية المدخلي بقوة في الحياة السياسية وفي التفاعلات المسلحة في ليبيا وأصبح له أجمحة مسلحة أيضا أصبح جزءا من معادلة الصراع في ليبيا مما جعلنا نخصص هذه الفقرة أو هذه الحلقة له لكي نطرح بعض التساؤلات على ضيفين كلمين سيكونان معنا حول خلفية هذا التيار في ليبيا حول تعريف عام بالتغيرات في المشهد السلفي الليبي ومن ضمنها التيار السلفي المدخلي وحول أيضا تعريف بأبرز مناطق امتشار وتواجد التيار المدخلي أيضا في ليبيا الشقيقة والأجنحة العسكرية التابعة له وكذلك موقفه من التيارات الأخرى سواء كانت الإخوان أو الدواعش أو القاعدة وموقفه من الصراع ما بين الذين يسيطرون على شرق ليبيا والذين يسيطرون على غربها كان فصيلة كثيرة أسئلة أكثر سننقشها مع ضيفين الكريمين وإلى أن نستقبل الضيفين الكريمين نشاهد هذا التقرير المعلوماتي عن تيار السلفية المدخلية في ليبيا نعود بعده لكي نستعني في حوارنا ونستقبل الضيفين الكريمين واقع ومسار السلفية المدخلية في ليبيا التأسيس تأسست على يد الشيخ محمد أمان الجامي الإثيوبي الأصل ثم أكمل المسيرة الشيخ ربيع بنهادي المدخلي النشأة في ليبيا حيث كانت في العقد الأخير من حكم القذافي ونشطت بعد ثورة الحادي عشر من فبراير الليبية الانتشار يتواجدون في بنغازي وفي برقة بشرق ليبيا وفي مصراطة المنهج والتوجه يقف عناصرها على يسار التيار السلفي ويدعون إلى الطاعة المطلقة لولي الأمر الموقف السياسي يرفضون المشاركة في السياسة ويرفضون الانتخابات المواقع العسكرية يسيطرون على مواقع في بنغازي وفي الجبل الأخضر وعلى فرق عسكرية مهمة مثل الكتيبة 102 مشا والكتيبة 303 ساعقة أشد أعدائهم وأبشع جرائمهم يعتبرون الإخوان أخطر الفرق الإسلامية وهدموا ضريح محمد المهدي السنوسي ونقلوا رفاته إلى مكان غير معلوم أهلا بكم شنال الكرام يشرفنا في هذه الحلقة أن يكون معنا ضيفاني كلمين نرحب بهم نرحب هنا في الاستوديو في القاهرة أستاذ مالك عوني مدير تحرير مجلة السياسة الدولية التي تصدر عن مؤسسة الأهرام المصرية أهلا بك سيد زماني أهلا بك سيد دكتور دي يشرفنا من الرباط من المغرب الشقيق الأستاذ الدكتور إدريسي الكمبوري الخبير في الحركات المتطرفة والعنيفة أهلا بك دكتور إدريس مرحبا دكتور دي مرحبا أبدأ معك هنا في الاستوديو الأستاذ مالك ويعني حدثنا في المقدمة عن تعريف عام على التيار المدخلي وهو تيار يعرفه جدالا كبيرا حوله ومعه من مختلف التيارات السلفية وأيضا من غير السلفية سواء التيارات المتصوفة أو التيارات الجهادية عندما إذا أردت أن تعرف بشكل عام أولا قبل أن نطخل إلى ليبيا المشاهد العربي الكريم بهذا التيار ماذا تقول له في جمالة عريضة؟ مثلما تفضلت حاج بالإشارة الطيار ده نشأ أثناء الحرب الخليج الأولى أثناء غزو الكويت والاستعانة بالقوات الأمريكية والتحالف الدولي لتحرير الكويت ظهر هذا الطيار في إطار الجدل بين شرعية استعانة بقوات أجنبية أو عدم شرعية هذه الاستعانة فكان أيد هذا الطيار الموقف الذي يستولاه السلطة الحاكمة وهذا هو المعيار الرئيسي للمعيز السلفية المدخلية عن بقية طيارات السلفية الحراقية التي بدأت تظهر منذ تقريبا منذ هذا التاريخ أيضا بشكل حقيقي التي بدأت ترى أن لديها مشروعا لتأسيس دولة دينية من خلال السلطة على السلطة وبالتالي أصبحت السلفية المدخلية في حالة تعارض موضوعي مع طيارات السلفية الجهادية في الموقف من السلطة الحاكمة إما دعم السلطة الحاكمة باعتبار الخروج عليها مصدر للفتن ولهم في ذلك أسانيد فقهية في مواجهة طيارات السلفية الجهادية الأخرى بتنوعاتها وتنزماتها المختلفة التي ترى أن هذا الخروج شرطا للوصول إلى الدولة الدينية التي يسعون إليها وبالتالي نحن لدينا طيارين أساسيين يسعيان إلى الاستيلاء أو السيطرة والهيمنة على الفضاء السلفي هذا الفضاء الواسع لانتشار في العالم العربي فلدينا الآن طيران سياسيين في الواقع يسعى إلى محاولة الحيمنة على هذا الفكر إما بدعم السلطة القائمة أو بالمحارة الخروج على السلطات القائمة التحدي الرئيسي لازم تشهده السلفية المدخلية أنها كانت تدعو إلى عدم الانقراض في العملية السياسية بشكل أساسي لأنها خلال السنوات القائلة الماضية ويحدد في الحالة الليبية وهذا هو العنصر الفارق بدأت تصبح عنصرا فاعلا في العملية السياسية والصراع العسكري الموجود على الأرض وبالتالي بدأت السلفية المدخلية تشهد تحولات تدفع بها من مواقعها الأولى التي كانت تنقى بنفسها عن العملية السياسية لتصبح طرفا فاعلا وهذا يطرح أسئلة جوارية حول طبيعة أو حقيقة أو مدى الخلاف بين السلفين المدخلية الآن والسلفية الجهادية لم يعد الخلاف الآن هو السياسة من عدمها ولكن أصبح الخلاف الحقيقي الآن هو أي مشروع سياسي يدعمه كل طرف أو من كل جناح من جناحي السلفية عدا عن ذلك فإن السلفات المدخلية طلع في جماعة الأخوة المسلمين جماعة أضرد بسوابة دين الإسلامي وتمثل نوعا من أنواع البدع فيما يتعلق بكل سوابة دين الإسلامي فيتخذ موقفا حديا من هذه الجماعة وبالتالي أيضا لدينا موقفا آخر من السلفات المدخلية هذه السلفات المدخلية طرى في الطيارات العلمانية وغيرها من الطيارات السياسية الموجودة في العالم العربي نوعا من أنواع البدع والتحدي الآن صار كيف سيكون موقف السلفات المدخلية بعد أن أصبحت حاملة للسراح وأصبحت ذات مشروع حركي موجود على الأرض بالفعل كما تبين في الحالة الليبية وأنت قد تكون فارقة في مستقبل السلفات المدخلية بشكل عام في العالم العربي أشكرا جدا شكرا جزيزي أستاذ مالك وأتوجه لك دكتور إدريس أيضا سؤال عام المغرب العربي شمال إفريقي وليبيا جزء منه هو يعني من ناحية السمات الدينية به سمتان الأولى ربما عدا ليبيا لكنه مغرب مالكي المذهب في معظمه أو غربته السحقة طبعا ليبيا بها بعض المذاهب مثل الإباضية لكن أعداد قليل الشيء الثاني وهو أيضا السيطرة والهيمنة والوجود الكسيف للطرق الصوفية في منطقة الشمال الإفريقي عموما فبشكل عام كيف يمكن لنا أن نفسر قدرة السلفية المدخلية وهي تيارم سلفي ليس بالضرورة مالكيا وليس بالقطع صوفيا أن يدخل إلى هذه المناطق خاصة إلى ليبيا التي قامت دولتها الحديثة على السنوسية وهي طريقة صوفية في الأصل نعم دكتور دياء هذا سؤال مهم جدا جدا في الحقيقة أنتم لمستم لب المشكل المنطقة المغاربية صحيح تسمت عبر مراحل التاريخ بنوع من التعايش لأن هنا في هذه المنطقة تعايش الفقه المالكي مع العقيدة الأشعرية ومع التصوف وأنحرف أن المنطقة المغربية فيها عدد كبير من الأضرحة والزوايا الصوفية وخصصا في المغرب التي يقال في أن بين كل ولي وولي ولي يعني نسبة إلى كثرة الأضرحة كما في البلدان المغربية الأخرى فإذا تعايش النموذج الديني هذه المركبات كلها يعني تعايشت الأشعرية المالكية ثم التصوف بشكل مندمج لأن العقيدة الأشعرية كانت منفتحة دائما على التصوف من خلال انفتاحه على التربية وعلى السلوك وهذا هو الذي استفده الصوفية المغاربيون وانفتاح على الجانب السلوكي خلافا للتصوف الأندلسي الذي كان إشراقيا وانفتحا أكثر على الفلسفة إلى آخره لكن الآن مع دخول هذه التوجهات ومنذ ليس الآن فقط منذ عقدين مع دخول التوجه السلفي المتشدد تم التطور إلى السلفية الجهادية والآن إلى المداخل هذا يطرح يعني مشكلات كبيرة جدا فيما يتعلقوا بالنسيج الديني في المنطقة الآن نحن في طور حصول تحولات جوهرية سوف تمس ليس فقط التركيبة يعني المذهبية والسياسية أيضا بالتباعية في المنطقة بل تؤدي إلى قلاقل كما يعصر الآن في كنموذج في ليبيا في ليبيا نحن نلاحظ أن أول خصوم السلفية هو الجانب الصوفي بمعنى أن التاريخ كله تاريخ المجتمع اللي بالآن يصبح خصما لتوجه جديد هو التوجه السلفي الجهادي المتشدد وبالخصص التوجه السلفي المدخلي هذا يعني تحول كبير جدا أنا أعتقد أن الأسباب التي تكمل وراءه هو تضخم ما هو سياسي تضخم ما هو سياسي مع التيار الإخوة المسلمين ومع التركيز على السلطة والدولة هذا هو الذي أدى إلى نوع من قابول الأفكار السلفية المتشددة من طرف الشباب وانتشارها في هذه المنطقة الدليل الواضح هو السلفية المدخلية نفسها لأن السلفية المدخلية مدخلة كما قال أستاذنا مالك عوني بدأت بموقف الحياد من السياسة ومن الحكم والآن انتهت بالاندماج الكلي هذا يعني أن يعني كما قلت قضية السلطة والدولة أصبحت في جوهر الفكر السلفي الآن الفكر السلفي يتطور الآن لكي يتخذ له أشكال مختلفة ومن هذه الأشكال هو هذه النزع المدخلية أشكرك دكتور إدريس عود لك سيد مالك وبقي لوقت قريقي قبل الفاصل وهنا نتحدث أيضا عن ما ذكرت وأنت في إطار العام بدءا أن هذا وأشهر الدكتور إدريس حالا هذا الانغماس التدريجي للسلفية المدخلية إلى السياسة بعد أن كانت تحرم الدخول فيها بل ليس فقط السياسة الدخول إلى العمل المسلح وسنعود إليه في الفقرة الثانية من برنامجنا أين وضع وأنت طرحت سؤالا حول الخلاف بين المدخلية والجهادية هل يصح اليوم بشكل عام وبشكل أخص في الحالة الليبية أن نتحدث عن فوارق نظرية أو حركية بين سلفيتين كلاهما الآن في ساحة السياسة وكلاهما الآن في ساحة العنف وكلاهما الآن تكفر الأخرى أو تخرجها على الأقل من صحيح الإسلام هل لدينا بالفعل الآن مثل هذه التمايزات القديمة والقديمة قد تعود إلى شهور قليلة أو سنوات قليلة إلى عامين فقط هذه الفارق كانت واضحة قبل عامين فقط من الآن وبدأت تختفي بشكل كبير الفارق الأساسي الذي ما يزال باقيا حتى هذه اللحظة هو الموقف من السلطة الحاكم بمعنى أن السلفات المدخلية تنتصر لمن يتغلب ويمتلك السلطة هذا موقف سلفي تقليدي في حين أن السلفات الجهادية لديها مشروع الاستيلاء على السلطة وهذا كانت أحد التحولات الفارقة في الفكر السلفي تمام المدخلية تنتصر لمن تغلب لكن السلفات المدخلية الآن بما بادت تحوزه من قوة ومقدرة عسكرية على الأرض هي أخرى لديها مشروع سلفي ويطرح هذا إشكالية أساسية إذا دخلنا في مرحلة انتقال للسلطة واختفى شخص الحاكم لمن تنتصر السلفية المدخلية الحالة الليبية تكشف بشكل واضح الآن أن هناك بالفعل تراجعا حتى عن هذا المبدأ بمعنى أن لدينا سلاسة مرتجزات أساسية أو سلاسة قوة أساسية للسلفية المدخلية في ليبيا أحدها في بني غازي وأخرى في مصراطة وأخرى في ترابلو وسنجد أن لدينا انقساما في اتجاهات الولاء الخاصة بكل جماعة من هذه الجماعات فإذا تحدثنا على سبيل المثال فرضا عن حدوث تغير في هيكل السلطة في بني غازي أو في ترابلو وبالتالي هل ستكون السلفية المدخلية مجرد تابع لمن سيأتي إلى الحكم أم ستكون شريكا في صياغة من سيأتي إلى الحكم هذا سيكون هو السؤال الأساسي جزء آخر في تشريع السلفية المدخلية في ليبيا وهو جزء مهم جدا يجب أن نعي به ليست السلفية المدخلية في ليبيا مجرد موقف فكري أو عقائدي جزء من تغول أو تغلغ للسلفية المدخلية في الساحة الليبية أنها كانت غطاءا لاستيعاب بعض العناصر السابقة في نظام الرئيس الليبي السابق معمر القزافي والتي لم تجد لها جماعة لاحتوائها باستثناء السلفية المدخلية وبالتالي إذا نظرنا إلى بعض المكونات وعناصر وأفراد السلفية المدخلية خصوصا في طرابلس سنجدها من عناصر الأمن السابقة في أجهزة الأمن التي كانت تباعة لمعمر القزافي وبالتالي هذات الحصول أن السلفية المدخلية ليست فكر حركة فكرية ولكنها في جوهرها وفي نشأتها في الساعة الليبية هي استوعبت جزءا من الفعل السياسي والحركة السياسية في ليبيا والتي حاولت إقصاء هذه العناصر بحجة تباعتها للنظام السابق وبالتالي هذا الناس تبحثنا عن وجود وكان صحة وجودها هي السلفية المدخلية وهذا يدفع السلفية المدخلية بطرجة أقبل في ليبيا لتصبح شريكا في صياغة السياسة وليست فقط محايدة أو حتى تابعة لمن يتولى سدة السياسة والحركة نشكرك سيد مالك هذه نقطة مما سنتقل بها بعد فاصل قصير إلى صديقنا وضيفنا في المغرب الدكتور إدريس الكامبولي فاصل قصير أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى نستأنف حوارنا مع ضيفين الكريمين حول السلفية المدخلية في ليبيا توجه إلى الرباط إلى الدكتور إدريس الكامبولي دكتور إدريس دعنا الآن نتقدم قليلا لكي نبحث عما جرى في ليبيا تحديدا في السنوات العشر الأخيرة من حكم العقيد معمر القزافي وكيف دخلت السلفية المدخلية في هذا التوقيت إلى ليبيا لكي تصبح اليوم واحدا من اللاعبين الأساسيين في هذه المرحلة يتحدث يعني الباحثون والخبراء عن ما جرى في هذا التوقيت من وجود الجماعة الليبية المقاتلة كجزء رئيسي من تنظيم القاعدة وجود قيادات كثيرة من ليبية الأصل في تنظيم القاعدة وجود أيضا محاولة لما سمي بالمراجعات داخل مصر داخل السجون الليبية ثم ما بين قوسين استيراد السلفية المدخلية بخصائصها القديمة تحريم الخروج على الحاكم معادات السلفية الجهادية معادات الإخوان كيف كانت المعادلة عندما ادخلت السلفية المدخلية إلى ليبيا في هذا التوقيت وقارت أحاديث كثيرة عن علاقات على مستوى عال ما بين قياداتها وبين حكم العقيد القذافي نعم أنا أعتقد أن السلفية المدخلية تطرح مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالتعامل مع الجماعات الدينية السياسية والتيار السلفي بوجه خاص بمعنى أننا في فترة معينة عندما كنا نتكلم عن يعني الفكر والجهاد والتعامل مع المستجدات والنوازل المعاصرة ثم المراجعة كما قلتم التي قامت بها يعني قام بها تيار السلفية الجهادية عن طريق يعني الجماع الليبية المقاتلة في ليبيا يخرج لنا التيار آخر من بطن السلفية هو التيار المدخلي الذي يتخذ لبوسا سياسيا من جديد ويتبنى نفس المبادع تقريبا يعني التي تتبنى السلفية الجهادية ما أعدى على مستوى الشكل بمعنى أنا أعتقد يعني إضافة إلى ما قال الأستاذ مالك أنا أعتقد أن الخلاف ما بين السلفية الجهادية والمدخلية هو خداف على مستوى الوظيف فقط بمعنى أن السلفية المدخلية وظيفة هي السير وراء الحاكم ليست لديها مشروع وإنما هي تؤمن من المشروع الذي يحمله الحاكم كان من كان بينما السلفية الجهادية تملك مشروعا ذاتيا وتريد أن تنزلها على مستوى الدولة والسلطة ولذلك يعني نحن لاحظنا أن السلفية الجهادية أنا في اعتقادي يعني السلفية الجهادية لبت أو كانت تلبي مرحلة يعني من المراحل الحاسمة في الحياة السياسية في الألم العربي ففي الفترة التي خرجت فيها تنظيم القاعدة والسلفية الجهادية كانت هناك حاجة يعني إلى ظهور تيار يعني يتبنى نفس المبادية يعني نفس الأسس التي هي أسس سلفية على مستوى العقيدة والمنهج لكن يؤسس عليها الموقف من الحاكم فهذه المدخلية هذه النزع المدخلية التي حاولت أن تقوم نوعا من التوازن وإذلك لاحظنا أن العقيدة السابق القدافي حاول أن يعني أن يتبنى في البداية يعني تم يعني اعتقال عدد من أفرادها لكن تبين فيما بعد أن هؤلاء لا يشكرون خطرا وأنه طالما أن أي سلطة لا بد أن يكون لها جناح ديني أو مشروعي ديني وجد القدافي في هذا الاتجاه الجناح الديني له وانا أعتقد أن مصطلح الزنادق الذي كان يطلقه القدافي على الإخوة المسلمين كان أعتقد أن هذا المصطلح مدخلي لأن المداخل هم الذين ينظرون إلى الإخوة المسلمين على أساس أنهم رأس البلاء على أساس أنهم هما العدو الرئيسي لهم وإن كانوا يعني هذه المفارقة إن كانوا يلتقون معهم في عدة أمور يعني متعلقوا بالموقف من السلطة في ممارسة العنف لأن ما نلاحظه الآن في ليبيا أنهم قاموا بعدة اغتيالات بعدة اختطافات في مصراتا في درنا في بنغازي هناك اتهامات على أساس أنهم كانوا وراء مدبحة خلفت أزيد من أربعين قتيلا وحتى عندما اعتقل صاحبه هو الفاخري يعني تم الهجوم بمساعدة يعني واحد من أبناء الجنرار الحفطر وكتائب المداخلة تم الهجوم على هذا السجن لإخراجه فهم الآن يعني يعتنقون يقتربون أكثر فأكثر من حواء السلفية الجهادية كل ما في الأمر أن يعني الطرف طرفا لا يقبله الآخر هناك يعني اقتتال بين الجانبين إما أن يكون هذا الطرف متغلب أو يكون هذا الطرف المتغلب وإذا كان أعتقد أن الوضع في ليبيا مع المداخلة سوف يصبح يعني أخطر بكثير يعني لا يجب أن نغتر يعني من خلال نظر إلى المرحل الراهناء وما يمكن أن تلبيه ما يلبيه ما يمكن أن يكون نافعا فيه لأنه غدا يمكن أن ينقلب على الأوضاع في ليبيا وأن يقود البلد إلى يعني إلى الكوارج نعم أشكرا أريد عود إليك أستاذ مالك ونتحدث أكثر تفصيلا عن مكونات السلفية المدخلية في ليبيا الآن أنت أشهرت في حديثك إلى وهو حقي إلى وجودها في المنطقة الشرقية كتائب التوحيد والمنطقة الغربية في طرابلس في بنغازي وفي طرابلس قوات الردع ولدينا في مصراطة ما يسمى بالكتيبة 604 مشاه لدينا تكوينات قوية من ناحية العسكري ولدينا كتاب أخرى في الجيش الكتيبة المتين وواحد وأخرى كلها يبدو أنها تعود إلى السلفية المدخلية أو إلى ما ذكرته في نهاية تعليقك إلى بعض القيادات السابقة في الجيش الليبي التي انضمت إلى السلفية المدخلية وربطا بما ذكرت الآن عن مرحلة التحول في ليبيا معروفهم الآن أن السلفية المدخلية المدخلية في ليبيا هي في صراع مع الأجنحة المنتمية والمجموعات التي يعدل أخوان جزءا منها وبالتأكيد ضد الدوعش لكن هل هذا الوجود العسكري مع هذه الرؤية النظرية التي هي في حال الاستقرار هي تثبيت الحاكم طب في حال الانتقال هل يمكن أن تفكر السلفية المدخلية أن تكون هي الحاكم هي الدولة في ليبيا بهذا الوجود العسكري دعني بداية نوضح الدكتور دياء في نقطة أريد أن أشير إليها إحنا أشرنا في بداية الحديث كله إلى أن السلفية المدخلية ظهرت في خضم الجدل الذي صاحب الاستعانة بقوات أجنبية لمواجهة الغزو العرق الكويت أنا أذكر بس هنا فقط أن في هذه اللحظة تحديداً كان الشيخ يوسف القراضاوي يعني المؤرر المفكر الإخواني الكبير كان مع حضور القوات ومع أن يقاتل المسلمون الأصحاب الجنسية الأمريكية مع القوات الأمريكية ضد تلك 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 وقف سياسية بالأساس وإن كانت تسطرت بغطاء ديني لكن أيضاً واكبة في تلك المرحلة في انتهاء الحرب السوفيتية في أفغانستان وبدء ظهور خطر العائدين من أفغانستان وبالتالي هؤلاء العائدين من أفغانستان كانوا هم العنصر أو الزخيرة الأساسية لدعم الطيار السلف الجهادي وتنظيماته في المنطقة بشكل كبير وبالتالي كان هناك داعي ومحفز أساسي واحد استيعاب هؤلاء العائدين من خلال تطوير طيار فكري بديل للسلفية الجهادية طيار فكري لا يناخذ السلطة القائمة ولا يسعى إلى تغييرها بالقوة لفرض المشروع السلفي وبالتالي ظهر الطيار السلفي المدخلي في هذا الإطار التقدير الشخصي أن جزء من صعود الطيار السلفي المدخلي في ليبيا كان استجابة لمثل هذا التحدي أيضاً بمعنى أنه كان هناك داعي أو محفز أساسي للتنافس على الفضاء السلفي داخل ليبيا وبالتالي لعب الطيار السلفي المدخلي دوراً مهماً لكلا الطرفين المتصرعين في ليبيا حالياً أني سنجد طرف المشير خليفة حفطر واخوات المشير خليفة حفطر استعادت به السلفية المدخلية وسنجد حكومة فائز السراج من ناحية الأخرى تسعى إلى حصول على دعم السلفية المدخلية وكلا الطرفين يحاول في الواقع استيعاد عناصر السلفية الجهادية المتواجدة في ليبيا أو العائدة والوالتين يخشى من خطر عودتها بشكل مكسف من سوريا وليبيا وبالتالي تلعب السلفية المدخلية دوراً مهماً في تقديره في ظل انخفاض حجم التسليح لكلا الطرفين وهو التسليح الذي يجعلهم عاجزين يعني حسم المعركة ضد عناصر السلفية الجهادية سواء كانت قاعدة أو سواء كانت داعش وبالتالي السلفية المدخلية هي جزء من المعركة الفكرية لمحاولة تعويض النقص في القدرة العسكرية لحسم المعركة على الأرض تلعب السلفية المدخلية هذا الدور ويجب أن ندرس على سبيل المثال تجربة قوة الرضع الخاصة الموجودة في طرابلس التي يسيطر عليها عبد الرؤوف كارة عبد الرؤوف كارة هناك سجن في في المطار المعيطيقة يقوم من خلالهم عاملت إعادة تأهيل لعناصر السلفية الجهادية على زين التبعون لداعش ويطمع الخبض عليهم في سرط على سبيل المثال عاملت إعادة تأهيل تعني أن الطير السلف المدخلي لا يلعب فقط دوراً عسكرية ولكنه يلعب أيضاً دوراً في كلام لمحاولة احتواء عناصر السلفية الجهادية المشكلة أن هناك تبعيوراً بين الأمناطق المختلفة في ليبيا في هذه المسألة السؤال التفضل بها حضارك بخصوص هل تشارك السلفية المدخلية في فرض نفسها كعنصر في الساحة تأدير الشخصية الآن في هذه المرحلة أن السلفية المدخلية في طرابلس تحديداً هي تؤيد فايد الصراك ليس تأييداً للسلطة القائمة ولكن سعياً لفرض نفسها أو عرض نفسها واعتبرها شريكاً مع القوى الأجنبية الداعمة لفايز الصراك أو لحكومة الموجودة في طرابلس وبالتالي هم الهدف الأساسي في الغرب ليس السلطة القائمة في طرابلس ولكن الداعمين الأجانب والذين يحظونها بقوة أساسية موجودة في ليبيا حالياً لهذه السلطة وبالتالي طرحوا نفسهم كجزء من المعركة تحرير سرط من داعش على سبيل المثال المجموعة الأخرى القائمة في بنغازي قد تكون أكثر ارتباطاً فكرياً وولاءاً للمشير خليفة حفطر خصوصاً أن ربيع بن هادي المدخلي زعيمهم الموجود في المكرة السعودية أعلن في 2019 أن خليفة حفطر هو حامي ليبيا وبالتالي يجب دعمه بالتالي فموقف المجموعة المتواجدة في بنغازي قد يكون أكثر اتصاقاً وأكثر ارتباطاً بالسلطة القائمة إلا في حال اختفى المشير خليفة حفطر من على الساحة وهذا السؤال سيكون إشكالياً بدرجة كبيرة لمن ستتجه ولاقات السلفية المدخلية في هذه الحالة وأنا أظن أننا قد نشهد في حال حدوث تغيير في السلطة سواء في بنغازي أو طرابلس فعلاً مشاركة من قبل السلفية المدخلية على الأقل في فرض شخص الحاكم والمشروع الذي سيأتي في سواء في بنغازي أو في طرابلس في المرحلة المخبرة إلا في حالة تم السماح للجيش الوطني الليبي أو التوحيد المستسل العسكرية الليبية وحيزتها على القدرة العسكرية التي تمكنها مع فرض سيطرتها على الأرض في ليبيا هذا عنصر أساسي جداً في فهم حجم وطبيعة دولة السلفية المدخلية في المستقبل القريب في ليبيا أشكرك أستاذ مالك السؤال الأخير في هذه الحلقة لك أستاذ دكتور إذريسي كامبوري وهو سؤال سياسي بالإضافة إلى ما ذكره الأستاذ مالك وأيضاً اجتماعي مهم حدث تطور مهم في نهاية العام الماضي عندما قامت مجموعة من السلفية المدخلية بنبش ضريح وقابر الشيخ محمد المهدي الثانوسي والد ملك ليبيا الأخير إدريس الثانوسي والرمز الدني الكبير لحركة الثانوسية في ليبيا نبش قبره وأخذ يعني ما تبقى من جسمانه وفي ذواحة الكفرة طبعاً في ليبيا هل بهذا المعنى نحن إذا مشروعاً سياسي آخذ في التقدم على الأرض بقوة عسكرية ومشروعاً اجتماعي أيضاً آخذ في التقدم وتحدي قيم اجتماعية موجودة في الشمال الإفريقي عمواً عربي وكذلك في ليبيا وأن السلفية المدخلية الآن تدخل عنوة إلى المجتمع الليبي وربطاً بهذا إلى أين المصاري والمصير خلال الفترة القصيرة القادمة أي خلال عام إلى عاماً نعم هذه كلمة رأي يعني دخلت عنوة يعني تدخل عنوة إلى المجتمع الليبي صحيح لأن هذه السلفية المتشددة يعني التي يعني لا تتعايش مع المعضية التقافية والدينية العريقة في المنطقة هذا دخول بالعنوة إلى هذه المناطق الآن التوجه الليبي يعني كما قلت سابقاً يعني الاتجاه في ليبيا ماضي نحو استمرار هذه الكواريت يعني بشكل أكبر لأن هؤلاء المداخلة أنا لا أعتقد أنهم يمكن أن يتراجعوا غداً هم يعتقدون الآن أنهم يعني أصبحوا يمتلكون رقاب الناس في عدد من المناطق التي يسيطرون عليها يعتقدون أن نجاح الجيش الوطني الليبي في فرض نفسه قد يقدم لهم خدمة والخطر غداً هو أن هذا هذا التيار يمكن أن ينصب نفسه وصياً على السلطة بمعنى أن تكون هناك نوع من المعادلة السياسية على أساس أن التيار يقدم الجانب الديني التبرير أو المشروعية الدينية والمؤسسة العسكرية تقدم المشروعية السياسية والعسكرية كما حصل في أهد ضياء الحق مع الجماعة الإسلامية في الباكستان وكما هو موجود في إيران وفي السودان ولكن هذا السيناريو يعني لا أعتقد أنه يمكن أن نجح في ليبيا لأن الزوايا الصوفية والسنوسية بوجه خاص لديها امتدادات قبلية وعشائرية وهذا هو وجه الخطر إذا كانت المدخلية مجرد مذهب فرضاني يتبعوا أشخاص سلافيون لأنهم تبعوا وجهات خاصة فإن الزوايا في المنطقة المغربية هي بنيات راسخة في التربة وهذا سيؤدي إلى انقلابات فوجائية خطيرة في المستقبل شكرك شكرا جزيلا الأستاذ دكتوري ريسي الكمبوري نصف دقيقة للأستاذ ملك عوني قبل أنهني هذه الحلقة شعر بس أخير دكتوري ديارة سمحت لي خلال الفترة قليل مقبلة 16 العام المقبل إذا استمرت تغاضي الدولي عن عودة مقاتلين سواء من المغرب العربي إلى ليبيا من قدومين من سوريا والعراق والضربات الانطقائية الأمريكية التي لا تغذر تسبب من جهة في مواجهة الكيان الكبير لهذا التنظيم الموجود في ليبيا الآن الداعشي أو القاعدي سيتنامى دور السلفية المدخلية بعتبرها هي المناقض الموضوعي والقادرة على مقابعة هذه العناصر فكريا وعسكريا الشيء الآخر تنافس مشروعي السلفييني سواء الجهادي أو المدخلي في ليبيا يمثل خصما من فرص نشأة دولة مدنية حقيقية في ليبيا يمكن أن تتعايش مع العصر الحديث ومع المنطقة حولها بشكل سلمي انتصار أي من مشروعي السلفييني سيمثل تهديدا إقليميا يجب التحسب منه في كل الأحوال أشكرك وشكرا جزيلا لأستاذ مالك عوني مديد تحليم للسياسة الدولية التي تتوزر على مؤسس الأهرام المصرية هنا في القاهرة ومن الرباط نشكرك شكرا جزيلا الدكتور إدريسي الكمبولي الخبير في شوية الحركات المتطرفة أما أنتم مشاهدين الكرام فالشكر كل شكري لكم اتتعاد حلقتنا اليوم نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة أخرى قادمة ترجمة نانسي قنقر